بيبدأ الفيلم بمجموعة من القراصنة وهي بتسرق سفينة دويرية وبتقلبها في وسط البحر ولكن فجأة بيدخل عليهم مع موم أقوامان وهوب بترخزر به وبيخلص عليهم في ثانية لثانية فوق لكن بنتفاجئ انه كان بيحكي لابنه أرسل عن مغامراته آه زي ما سمعت كده أقوامان خلف طفل من ميري ومن حبه في نفسه سمع علي اسمه بعد ما انتصر على الأخوه أورم في الجزء الأول واتتوج بعدها مالك على عرش أطلانتس وبيحكي لنا أقوامان انه أحلى وقت بيقضي دلوقتي لما بيكون مع ابنه بس مش في كل اللحظات وبالرغم انه هو بقى مالك أطلانتس حاليا وكل الناس بتعمله تعظيم سلام إلا انه هو بيقوم بواجبات الست الهاني ميري وبيغير له البامبرز يعني انا سيبقوم المملكة بتاعتي ديت وبغير لك البامبرز لكن ده كونه بالنسبة لأقوامان مش مهم لانه يكون مالك كان فاكس جدا انا اصلا واحد هلاس وبحب الهالس مش بتاعقف شخنات واجتماعات والكلام ده وعلشان كده اكتر حاجة بيحبها وبتكسر روتينه اليومي النزالات القانونية اللي بتحصل بين الوحش البحرية في أطلانتس اللي هو اصلا مينفعش يدخل فيها لانه مالك ولكن اللي انه بيحب الزيتة وفيها لخ فيها فبيدخل فيها كلها وفي يوم كان قاعد مع الحاجة ابوه اللي بيقوله ايه رأيك تخوي ابنك أرثر ده قال له ايه انت عارف سعر البامبرز كام دلوقت مفيش منه الكلام ده ويبص لابنه ويتفاجئ ان هو بيقدر يتواصل مع كائنات البحرية فيفرح جدا لانه الوحيد في المملكة أطلانتس عنده القدرة ديات وابنه عيطلع زيه وينسيبهم ويهيسوا مع بعضه فرحانين وبنتلع على القدب الشمالي ونشوف كين الشريف المعروف ببلاك مانتا واللي فضل طول الفترة اللي فاتت بيدور على أطلانتس عشان يجيب أعلى عواطيها ويجيب منها المادة اللي هيصلح بها بدلته وده لان في آخر مواجه بينه وبين أقوامان اتدمره وكان عايز يصلحها عشان يرجع انتهم من أقوامان لانه منسيش انه هو اللي قتل أبوه فبيجمع فريق بقيادة دكتور شين اللي بنعرف انه طول حياته بيحلم انه يشوف بس مملكة أطلانتس وبيوصلوا كلهم لمكان في القدب الشمالي وبيقول دكتور شين للمساعد بتاعه ان المنطقة دي فيها نشاط حراري قوي جدا وانها ممكن تكون أخيرا مملكة أطلانتس وفجأة بيحصل زلزال والأرض تحتهم تتكسر ووقع فيولع شين شو على علشان يكتشف المكان وبيلاقي في نهاية النفق جاليت بدأ يتكسر وبيخرج منه كائن عملاق وهوبي بيسحب المساعد بتاعه وشين مش قادر ينقذه ولا يساعده فبيتسل بكين الحق نوحية تابوك أنا بموت وعلى طول بينزل كين بفريق مسلح وبيلاقي دكتور شين مرعوب فيقول له ادمت كده يا لا يقول له انت ما شفتش اللي انا شفته في كائن هنا قتل المساعد بتاعي ولكن كين ما بيكونش مرعوب لان الانتقام من اقوى كان عام عينيه وبدأ هو وفريقه يستكشفه المكان وبيعرفه ان في حضارة كبيرة كانت موجودة هنا واتدمرت لسبب مجهول وبيلاحظ ان فيه كائنات عملاقة متجمدين حواليهم في كل المكان وبالرغم ان المكان مخيف ولكن كين ما بيهتمش بدا كله كل اللي هامه ان يوصل لمصدر الطاقة اللي رصدوه علشان يصلح بدلته وبيلاقي بحيار عملاقة في المكان فبيقرر ان اما ينزلوا فيها فوشيل لا يعممش نازل لانه خايف من المكان ولكن كين قالوا مفيش الكلام ده واجبروا ينزل معاهم وفجأة كائن بيرجع يجمع لهم بكل قوة وبيخلص على معظم الفريق وبيمسك كين ورماف قاع النحيط ولما بيفوق كين بيلاقي شوكة ثلاثية مكسورة نصين وبتتوهج باللون الاخضر وبمجرد ما يلمسهم لبعض بيكتسب قوة غبارة وبيشوف رؤية في عقله لكائن شكله غريب بيقول له حررني وهديك القوة المطلقة اللي هتخليك تاخد انتقامك وتقتل للراجل لا تلبوك هقال له وحيات ابوك قال له اه وكمان هخليك تخلص على سلالته كل شعب اطلانتس ووش يوافق كين وعينيه تتوهج باللون الاخضر وينيجي بعد خمس شهور من الحادثة دي بنشوف اقوامان قاعد مع ابنه ويتفرج على التلفزيون ومزيعة الاخبار بتتكلم عن ارتفاع غير مسبوك لدركة حرارة الارض وميري بتيجي الاقوامان وبتقول له عايزينك في اجتماع ضروري في اطلانتس فيروح على الاجتماع وها بقى في ايه فيعرفوه ان حمودة المياه في المحيطات بتزيد بطريقة غريبة ده غير ان الاكسوجين بيقل بشكل كبير وان البشر اكيد هم السبب في كل اللي بيحصل ولازم يكون لنا رد قوي عليهم فيرفض اقوامان ويقول له ما نقدرش انهم سكان الارض على حاجة بيعملوها فينا وهم اصلا مش عارفين بوجودنا وبيقترح عليهم ان ده الوقت المناسب انه يكشف عن وجود اطلانتس ويتعاونوا مع البشر لكن كل اعضاء المجلس برفضوا الاقتراح ده وبيقول له من الاخر احنا مش هنكشف عن نفسنا للبشر الا للقضاء عليهم مش عشان نتعاون معهم وبعدها بنشوف غواصة فيها كينو فريقه بيستعدوا يجيما على اطلانتس من بوابة سرية موجودة من زمان وكان شين بيسجل كل حاجة بتحصل للتاريخ لانه اخيرا هيشوف اطلانتس وبيقول في التسجيل ان كين اخد من خمس شهور كل الالات والاسلحة اللي كانت موجودة في الحضارة اللي لوها ولكن بتحتاج باستمرار لنوع من الطاقة اسمه الارج لا والغريب ان كين هو الوحيد اللي كان عارف مكانها في اطلانتس وانه حاسس ان كين اتغير كليا بعد ما اخد الشوكة السلسية لكنه هيكمل معاه لحد ما يشوف مدينة اطلانتس اللي بيحلم بها طول عمره وقتها كين بياخد فريق من جنوده ورجبوا الالات الغريبة ديه ودخلوا جوه نفق وفتحوا بوابة سرية في نهاية النفق ووراها بيلاقوا كميات كبيرة جدا بتخزينها من طاقة الارج وبيحمل منها اكبر كمية يقدر ياخدها وفجأة البوابة السرية تقفل عليهم وقومه جوه فيوم ركين كل رجالته اللي برا انهما يجيما حالا على مدينة اطلانتس فبسرع رجالته يتحركوا في اتجاه الممر المائي وشين ما كانش مصدق لما شاف مدينة اطلانتس وفجأة ما دافع اطلانتس تضرب عليهم النار ولكن الغواصة كانت بيتجاهزة بسلاح غريب اطلق موجات عملاقة تمرت كل دفاعات اطلانتس ودخلوا بمونتعة السهولة في الوقت ده ميرا واطلانتا ام اقوامان قادوا جيش اطلانتس وهدم على كين وكل رجالته وكل ده بيحصل فوق اقوامان كان قاد بيرضع الواتف البيت قصد يبي نايمه وقتها كين كان بيدمر مدينة اطلانتس بالكامل وبيعت الاهلعة واطلانتا ام اقوامان بتتصدى لهم بكل قوة وبتدمر مركب تين وبتكمل هجوم اما ماري قدر توصل لمركبة كين وكساريتها ولسا عدقت عليه يرزحها ليظهر من بدلته ويحرقها وجاي يخلص عليها بالشكرة السلوسية بيظهر اقوامان الجبار وينقذها منه وقتها دكتور شين بيعرف كين ان كل جيش اطلانتس هيوصل في ثواني وانهم لازم يهربوا حالا فبيضرب كين برج من ابراج اطلانتس ويوقعوا ولكن اقوامان بيقدر ينجز اهل مدينته قبل ما البرج يقع عليهم وبيشوف كين بيهرب بالغواصة بتاعته فيرجع اقوامان يطمن على مراته ميرا وبعدها بيعمل اجتماع مع امه اطلانتا وقائد جيشه نيريوس وبيعرفوه ان الكين سرق كميات كبيرة من مخزون طاقة الاورك وانه هيستخدمه علشان يرفع به درجة حرارة الارض وده هيتسبب في انهيار مناخي عالمي لو ما قدروش يوقفه في اسرع وقت فيقول لهم هو فين ابن الهرمة ده يقولون مش قادرين نحدد مكانه فيقول لهم اقوامان مفيش لر اخوية اورم انه هو شخص الوحيد اللي ممكن يكون عارف مكان كين لانه كان متحارف معه قبل كده اطلانتا وناريوس بيرفضه ويحذره من اخوه اورم وانه ازاي هيسك فيه ده غير انه محبوس في مملكة الصيادين ولو رفت لهناك وحاولت يتغربه هيبقى اعلان حرب بين المملكتين ولكن اقوامان يصمم على رأيه ما بيكونش قدام ناريوس غير انه يساعده ويدي له باتل التخفي علشان ما حاتش يقدر يشوفه طول ما هو لابسه وبيحذره ناريوس ان السجن اللي اخوه محبوس فيه عليه حراسة من كائنات سحراوية خطيرة لو مسكتك هتمتص روحك وتحولك لواحد منهم وفعلا بيروح اقوامان اللي هناك بيكتحم السجن وهو متخفي وبيقدر في المنتهى السهولة يخلص على كل الحراس اللي هناك وبعدها بيظهر لاخوه اورم ويقول له يلا علشان اهربك في مصلحة برا عايزك فيها اورم يبصله ايه العبط ده مش انت معلم الحبستين هنا من الاول قال له بص فوقك من كل الاسئلة دي مش وقتها في حكاية عايزك تساعدني فيها فيخرجوا هما الاتنين من السجن وبيستعمل اقوامان بدلته وبيخلص على باقي الحراس وهم متخفي وبيركبوا على اتنين من الكائنات الصحراوية دول اللي أنا مش عارفوا شهم من ظهرهم ويهربوا من المكان ولكن باقي الكائنات بتطاردهم بكل شراسة جزء منهم طارد اقوامان والجزء التاني طارد اخو اورم اللي كان بيحاول يوصل للبحر وبيقدر يوصله وينزل فيه وبترجع كل قوته من تاني زي الاول بمجرد ما لمس الميا وبدأ يخلص على الكائنات الصحراوية اما اقوامان كان معا حكاية وفيه عدد كبير من الكائنات بتيجم عليه بكل شراسة وخلص هيسحبه روحه بينقزه اخوه اورم في اخر لحظة واول ما يشوفه باقي الجيش الكائنات جاي عليهم اجر هي معلم وبينزلوا الميا ويعربوا وبعد ما اقوامان بيحكي لاخوه كل الحكاية بيستغرب اورم ويقوله اه كين مجنون وابن ستين في سبعين بس مش لدرجة انه يدمر العالم كله دي مملكة بيتجمع فيها كل كراصنة المحيل والنزعيمي الحرمية دول هو لا هيقدر يوصلهم لكين واول ما يوصلوا يتقبض عليهم فيقول له اورم اه صحيح ان السيد اقولك ان زعيمي الكراصنة ما بيحبش اطلانتس ولا اهلها هو انت لسه فكر تقولي ما انا لو قلتلك هتفتح سيدرك وهتقاتل معاهم فهيد على نفسك كده لان الكلام ده مش هيكل معاهم وسقط وسبنا لاتكلم معاه عشان قدر اقناعه يعرفني مكان كين واول ما وقل في قدامه تلعى زعيمي الكراصنة كائن هلاس وقال له كفار خروجك من السجن عمنا وانا عارف انت جاي ليه هنا وقبل ما تسألني على مكان كين انا مش هقولك فبص اقومان لقورم وقال له انت كده عملت دخلتك تعالى وريك دخلتي بص بقى يا عم قرعون انت قول لي على مكان كين لما هتديك على دماغك انت ولي معاك فيضحك زعيمي الكراصنة وليسه هيوم الرجال تويقتلوهم وهم يقول لأقومان انسى كل اللي انا قلته لك برا فهيجموا هما الاتنين على الكائنات وبالرغم ان عدد الكائنات كبير ولكن في سانية لا سانية بيدربوا يمين وشمال وبيقدروا يخلصوا عليهم كلهم واقومان سحب خوزة بدلة اكسوجين واما نلبسها في رص زعيمي الكراصنة وبدأ يسحب منها الميا فخاف وقاله قصبا بالله معرف مكان كين المعلم بس في اخبار سمعتهم من قريب عن بركان خامل في الغابة في نشاط غير طبيعي واي حد بيدخل الغابة مبيخرجش منها تاني فاكيد لو كين عايز يستخبع مش هيلاقي مكان احسن من ده فبياخد اقومان اخوه واتحركوا في اتجاه الجزيرة وهناك بيشوفوا بركان ناشط وبيطلع منه ابخرا لونه اخضر هيبعد اقومان رسالة مع اخطابوت لاطلانتس عشان يعرفهم بمكانهم ودخل هو اخوه الغابة عشان يستكشفوها واقومان قاعد يهزر مع اخوه في زر تقيل ويقول له يا ابني بقى جرب تعيش على الارض ويا سلام لو تاكل سندوتش بورجر بالجبنة هتاكل صاوبعك وراه قال له بعد طريقة كلامك كده انا ارفت من الاكل وبيكذب عليه ويديله صرصال على اساس ان هو جنباري وبيعرفوا ان اهل الارض بيحبوه جدا فيدوق ارم وقال له يا سلام تضعم حلوة قوي قال له شفت انا مش حرمك من حاجة وبيستغرب اكوامان ان كل الحشرات والكائنات في الغابة عملاقة ومش بحجمها الطبيعي وقارهم بيشوف راشة عملاقة ويقول له الله تشكلها جميل وهوب تتاكل من نبات عملاقة وبيستنتج اكوامان ان ابخرة الارض هي اللي حولت كل الكائنات الحية في الغابة للحجم ده ولما بيتكملوا طريقهم بيلاقوا فار ميت وهوب بيطلع منهم حشرات عملاقة فيهربهم الاتنين بسرعة والحشرات بتطريدهم ومن حظهم ان نباتات اكلت معظم الحشرات اللي بتطريدهم وباقي الحشرات كملت هجوم عليهم هوصل لحفة الجبل وما كانوش عارفين يعدوا ازاي وقارهم بيقول له مكتوب على التمثال ده ان اعظم الملوك من يبني الكسور بعقله اكوامان قال له بس كده وغب رخابت التمثال براسه وسبحان الله عمل جسر يعديهم وقارهم يا ابني اللعيبة عملتها ازاي دي واول ما يعدوا يكسروا الجسر والحشرات طوعة كلها وقتها توكتور شين بيدخل لكين علشان يبلغوا ان هم لازم يوقفوا اللي بيعملوه لان كل الفحصات والمؤشرات بتقول ان فيه ضرر كبير بيحصل لكاكب الارض ولكن يتفاجئ ان هو مش موجود ولما يدور عليه بيشوف الشوكة السلسية فيقرر انه يمسكها بأيديه وفجأة بتجيله الرؤية ويشوف الكائن اللي شافه كين ولها معاه جيش كبير جدا من اطباعه وبيشوف رؤية من المستقبل ان الارض هتتضمر كلها لو اتحرر من سجنه وبيفوق على صوت كين وبيقوله انت كنت عايز تعرف الخطة وقاديك عرفتها كلها بيعرف ان هو هيئة الاقوامان وهيضمر اطلانتس كلها ومش فارق معاه اي حاجة حتى لو عمل صفقة مع الشيطان بنفسه وبيهدده وقال له لو قلت بعالك هقتلك انت كمان وبنرجع لقورم وبيسال اقوامان على خطته قال له ولا حاجة هقتلكين طبعا لانه حاول هيئة المراطي قال له لا يا عم مش للدرجاتي بتنفعش تاخد الموضوع شخصي انت مالك ولازم تاخد الامور بحكمة قال له ايه حكمة شوف مين اللي بتكلم انت همعلم كنت عايز تضمر كوكب الارض بس علشان ترد غرورك قال له لا انت اللي بدأت وكنت عايز تاخد العرش مني قال له يا اخوي افهم انا ولو كنت عايز عرش ولا مملكة انا عملت كده عشان احمي اطلانتس من جنونك ولو كنت قاعد عائل ومالك محترم كنت زماني اتنزلت لك هنالعش كله هانا اصلا واحد هلاس ولا اعايز مملكة ولا شغل الاجتماعات اللي كانوا بيعملوها اقصى طموحاتي في الدنيا لهم حلوة وكوز البيرة اللي بشربوا مع الحج ابويا في الحالة اللي جنب بيتنا طبعا اقول لك على سر كوز البيرة بشربوا على الافى ابويا وقهرهم يتسدم وما يعرفش يقول له حاجة بعدها بيكملوا طريقهم وبيدخلوا جوه البركان واي حد من الحراس بيقابلهم بيركبوا المرجحة لحد ما وصلوا لغرفة القيادة وبخ رايح فين ودب بتاخ بيتزلوا في كل الحراس ضرب لحد ما يضعوا عليهم ويسيطروا على غرفة القيادة وهنا عارفوا ان كين سرق طاقة القرق علشان يسرق من عملية الاحتباس الحرية على قاقب الارض وبس يا معلم الحل الوحيد علشان ينضمر خطته انه نسد الفجوة البركانية وفجأة بيدخل عليهم دكتور شين ويرفحهم بالسلاح واي حد هيتحرك حفرتك دماغه ولكن اول ما الباب يجفل اللي وراه قال لهم انا كنت بحزن معاكم اعتبر كل الكلام اللي انا قلته من شوية ده ولكن انا قلته يا معلم انا كان كل حلمي اني اشوف اطلانتس وكين هو الوحيد اللي خلاني حقه حلمي ولكن بعد ما عرفت اني كين هيدمر قاقب الارض خدوني معاكم والنبي من هنا فيقول له موفقين بس بشارط عايزين نعرف كود كين الجبارة دي جبها من فين ولسه جاي يقول لهم فجأة الباب تفجر وواع اقوامان وارم برا المكان مع دا ابن الملحوزة دكتور شين الحراس بياخدوه واحدات كبيرة من الجنود بيهجموا عليهم فياخد اقوامان دولار بالشلوت في وشهم وارم بيفزل يرزع في رأس الراجل ده وفجأة بيطلع عن كبوت اهل عملاق وبيهجم مع الارم وكان لسه يخلص عليه بينكزه اقوامان في اخر لحظة ويتعاون ام الاتنين مع بعض وارم يلف جنزير عملاق على رجله واقوامان يوقع عليه مبنى عملاق وبيخلص عليه ام الاتنين وفجأة بيزار كين وهو لابس البادلة فيحاول اقوامان يحذر اخوه فيقول له سيبنا يا عم وليسه هيدربه ووب يرجعه زحف تحت الرجلين اقوامان هيا بقى كنت بتقول اي اخويا فيهجموا ام الاتنين عليه وكلما يحاول كينية القرن اقوامان يمنعه وفي اخر محاولة من كين بيرمي الرمح عليه ايها معلم هو مفيش غيري ويمسك قرن من الرمح وفجأة شاف الرؤية هو كمان وان كوقب الارض هيتدمر وقبل ما يشوف الكان اللي هيدمره كين بيدربه بشعار الليزر وبيجم عليه عشان يقتله فجأة بيحصل زلزال في المكان ويتفاجه كلهم بنيريوس وصل بجيش اطلانتس للمكان وبيدمر بركان كله بالسواريخ فهيهرب الحراس ودكتور شين بالغواصة وبيحصلهم كين ويركب معهم وبيضرب اقوامان بسلاح الموجات اللي معاه وبطوعه صخرة عملاقة عليه وما كانش عارف يخرجه من تحتها فجأة بتزار ميري في اخر لحظة واستخدمت قدرتها وقوتها ورفعت الصخرة من عليه وعول ما طلعه قرم قال لهم انه يشوف رؤية اول ما لمس الشكر السلسية وانه كراه بالارض كله هيندمر نيريوس قال له انت كذاب واكيد انت بتخدعنا عشان ما ترجعش للسجن تاني ولكن اقوامان دافع عنه وقال له له لا مكناش قدرنا نوصل لكين وبيتكمل ويقول لهم ان ابوه حكاله قصة زمان وان الممالك السبعة اتوحده انه مملكة واحدة اسمه نيكروس ودي المملكة الوحيدة اللي كان بتستخدم طاقة الأورك وبدأ اقوى من كل الممالك الستة حتى هم متوحدين مع بعض ولكن بسبب الافراد من استخدام طاقة الأورك النزام البيع على الارض بدأ ينعار تحتى مالك مملكة نيكروس والاسمه كورديكس بدأ عاله ينهر ويتجنن وحاول اخوه الملك اطلانت وموحد الممالك انه يقنعه يبطل استخدام طاقة الأورك لانه بيدمر العنم بالكامل ولكنه رفض وامر بصنع الشوكة السلسية باستخدام السحر الاسود وحاول نفسه وشعبه لكائناته وحوش قوية علشان يقدر يسيطر على الممالك الباقي وحصلت حروب قوية بينه وبين الممالك الستة واللي قدر ينتصر فيها الملك اطلانت بالعافي عليه وحابس وهو وشعبه كله بتعويزة سحرية من دمه وعلشان يتحرم من سجنه لازم يستخدم الدم الملك يعني اللي اما دمي او دم اقوامان او دم امنا اطلانت لان انا اخر تلاتة باقيين من السلالة الملكية فيخاف اقوامان ويقول لهم احنا مش اخر تلاتة في نفس الوقت طوم كان بينام ارصر وبيشوف في الاخبار ان فيه كائنات وحيوانات كتير ماتت بسبب تغير المناخي فجنور بيطع وهب بيتفاجئ بكين قدامه فيضربه برمحه وقال له ان هسيبك تعيش علشان تشوف ابنك بيموت قدامك وبياخد ابن اقوامان وبيتضمر البيت قبل ما يمشي وبيوصل اقوامان وبيلحق ابوه وبيغضب لما بيعرف منه ان كين اخد ابنه على الكانب التاني دكتور شين لما بيشوف كين معه الطفل اعرف ان هياخد دمه الملكي فيبعت اشارة الاقوامان علشان يلحق ابنه وفعلا بيلقوطوا الاشارة وعرفوا ان المكان كين في القطب الشمالي فيجهز اقوامان نفسه علشان يروح ينقذ ابنه وكمان ارم قرر ان يروح معه ويساعده واطلنت الام فرحت لما لايت ان اخيرا الاخوات هيتحدوا مع بعض ويحاربوا في صف واحد وبيتحركوا كلهم بغواصة ملاقة بيوصلنوا لهناك والناريوس يقول لهم ازاي هتصدوا لسلاح الموجات الصوتية بيقول له اقوامان ما تقلعش انا عند الحل وبيبدأ الهجوم وبيجم اقوامان بيجيش اطلنتس عليهم ولسه جايين يستخدموا سلاح الموجات علشان يدمروهم فيستخدم اقوامان قدرته على تواصل بالكائنات ويفققهم بجيش كبير من الحيتان وخلاهم يستخدموا صد السوت والموجات الصوتية بتاعتهم ويدمر الخواصة بالكامل وغرقت بكل جنود جين بعدها بيكملوا هجومهم ولكن جزء من جيش كورتكس اتحرر وظهرت معلقة قوية بين الجيشين ولكن قدر جيش اطلنتس يلزمهم بسبب ان الجيش الكائنات ما تحررش كله وبيروح اقوامان واروم وميري وناريوس يدعوا على كين قبل ما يحرر المسلوق بيجيشه وناريوس كان لسه ما عندهوش ثقة في اروم وعشان كده ما بدلوش سلاح ولكن فجأة كان يمسك في رجل ناريوس ويسحابه فيستنجد باروم اللي نفض له ومشي ولكن فجأة طلع من ناحية تانية وانقظه من الكائن فيسحابه في ناريوس اخيرا ودنه سلاح وقتها كين بيطلب الطفل من شين فيدهوله ولكن بيتفاجئ انها كنبلة وبيلحق يرميها بعيد قبل ما تنفاجر وبيجر شين ياخد الطفل وجاي يهرب يمسكه كين وياخد الطفل منه واقوامان بيخلص على باقي جيش الكائنات هو واللي معاه كانت عددهم كبيرة جدا ولكن كان قلمين بيهم وقتها بيسمع اقوامان صرخ ابنه وليسا كين هيتله يفاجئ اقوامان برمح يرميه عليه وكل غضب يجري عليه ويضربه بقوة وهو بتاخد بيقع اقوامان على الارض وجاي يقتله بتنقذ الميرة تجري تاخد ابنها وتهرب لكن كين يرمي الرمح عليها ولكن انقذها ارم ويمسك الرمح وساعتها بيشوف الكائن وهو بيقول له حررني وهديك قوة كلها تعمل اللي انت عايزه وفعلا تتنقل قوة الرمح اليه وتتلاشى من كين واللي كان لسا هيقوم وجاي يضرب اقوامان قال له انت عبيد اقعد على جنب يابني والكائن سيطر على ارم تماما وبيتكلم اقوامان من خلاله ويقول له لما تتل اخوك بيديك لما انا هقتلك واقوامان تتردد في ضربه وبدأ يستخدم دمه علشان يحرق كورديكس وبدأ الجليد فعلا يتراشى عنه فيمسك اقوامان الرمح من ارم ويقول له انا مش نسيبك تاني وكورديكس بيحاول يسيطر على عائلة ارم ولكن من كلام اقوامان تكر ارم كل المواقف والحروب مع اخوه وكلامه لما قال له كان نفسه يبقى ليه اخ من زمان فيسيب الرمح وبياخده اقوامان منه وكورديكس كان يتحرر من سجنه فيحدف عليه اقوامان الرمح بسرعة ولكن بيمسكه ولسه بيقول انا القادر انا الفاجر يا ولادي اللزينة فيحدف ارم الاخوه الرمح التاني وهب او او ودمره هو الرمح بتاعه في ثانية لثانية وبيحصل زلزال في المكان وبيقع عكين في فجوة عملاقة ولكن ميسك في صغرة في اخر لحظة واقوامان مديله ايده علشان ينقزه قال له المستحيل وسبب نفسه يموت على انه هو ينقزه ويديني ليه بحياته وبدت المملكة تنهار كلها وميرا وارسر ودكتور شين كانوا خلاص يموته لكن بيزهر ناريوس وهو ركب قليل عملاق وبينقزه واقوامان وارم هم كمان بيركبوا فرس البحر ده هو بينور اه بس فرس البحر وكلهم بيطلع بسلام واقوامان بيودع اخوه وقال له خلاص انت كده سددت دينك لاطلانتس وهتبرك مد هنا عشان مترجعش للسجن تاني بس اهم حدا متبعدش عشان لو احتجتك تاني فشكره ارم وقال له انت افضل ملك لاطلانتس فقال له ما انا قلتلك انا راجل هلس ومحب الهلس انا ادفع من كده بكتير قال له لا بجد اطلانتس محظوظة بيك ونصحه لو عايز ياخد قرار في اي حاجة في حياته اخدوا التاني يوم انه عرف العالم كله بوجودهم وظهرت حضارة اطلانتس قدام العالم كله وتكلم اقوامان قدام كل الناس وقال لهم ان هم لازم يتحتوا مع بعض ويواجهوا اي خطر يهددهم وان اطلانتس مستعدة انها تشارك حضارتها وتقنيتها مع البشر والدكتور شين والعالم كله بيفرح من كلام اقوامان وبكده خلص فيلمنا ياريت تخبطني اللايك المتين يا معلم وتشترك في القناة لو صلك البهاريس لحد عندك والسلام يا برو